سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسعادة النهاردة ان شاء الله نصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج رسالة في التحليل الطبية حلقتنا النهاردة عن الانتي فوسفوليبت سندرون هنشرح فيها الانتي كاردوليبت وهنشرح فيها اللوباس انتي كواجلات وهنتكلم عن البرولونج بيتي تي حلقة النهاردة حلقة مليانة معلومات فركز معي في كل الكلمة هنقولها في حلقة النهاردة بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنسيش تعمل لايك للفيديو شير للقناة او سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد بدون انقدمات طويلة كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة معاكم كابترن انا لفين انتي فوسفوليبت سندرون يلا نشرحها بالتفصيل الممل تعال نفسص الموضوع يعني ايه فوسفوليبت قالك الفوسفوليبت دي عبارة عن لبت موجودة على السلمن بريد بما فيهم البلاتلت بتلعب الفوسفوليبت دور مهم جدا في عملية البلات كلوتينج تجلط الدم فبعض الامراض المناعية الاوتوميون ديزيز خلية البيسل هتطلع ليا انتي بادي من النوع اي جي جي و اي جي ام و احيانا اي جي اي هتضرب الفوسفوليبت دي تمام مجموعة الانتي بادي دي بتسمى انتي فوسفوليبت انتي باديز حلوة الكلام جدا هتسبب لي انتي فوسفوليبت سندرون ولما تتكون الانتي فوسفوليبت سندرون هيصاحبها سرومبوسايتوبينيا وكمان هيحصل عندي اجهاد في النساء الحوامل بس بشكل متكرر طب ليه بيحصل اجهاد بشكل متكرر قالك مش الفوسفوليبت دي موجودة على السلمنبرين قالك اه قالك خلاص هتبقى موجودة على السلمنبرين بتاعت الفيتس الطفل وبالتالي الانتي بادي هتضربها وهتسبب اجهاض كمان هتسبب جلطات بشكل متكرر في الاوردة والشرايين وممكن تعملي استراك في المخ جميل جدا وممكن تعملي هارت قتاك كمان ركز معاي امتى بعمل تحليل الانتي فوسفوليبت انتي بادي قالك بعملها في حاجات كتير جدا اول حاجة عشان اشخص الانتي فوسفوليبت سندرون تاني حاجة في حالات البرولونجد للبي تي تي كمان في الاوتر اوميون دي زيز زي الزقبة الحمرة وفي حالات الاجهاض المتكرر الانتي فوسفوليبت سندرون عندي منها نوعين برايمري وساكندري البرايمري ده بيكون دفكت في ايه؟ في الجين وهنا مش مرتبط بمرض مناعي اما الساكندري بيكون نتيجة لوجود الاوتر اوميون دي زيز زي الاوميطريد والزقبة والانفكشن وكمان بعض الادوية ممكن تعمللي السندرون الخاص بالانتي فوسفوليبت احنا قلنا العيلة اللي هتضرب الفوسفوليبت هنسميها انتي فوسفوليبت انتي بادي ودي عيلة الاكسام المضادة الخاصة بالفوسفوليبت العيلة دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 افراد الفرض الاول وهو الانتي كاردوليبن انتي بادي ACL وده المستقمن الاشهر كمان اللوبوس انتي كواجلانت الـ LA وكمان الانتي بيتا 2 جلايكو بروتين 1 انتي بي جي بي وان جميل؟ طيب ده اقل اهمية شوية بنعمل شوية تحليل لتشخيص الانتي فوسفوليبت انتي بادي بنعمل الانتي كاردوليبن بنعمل اللوبوس انتي كواجلانت بنعمل البيتا 2 جلايكو بروتين 1 الل اي جي جي اي جي ام هنتكلم عن الانتي كاردوليبن انتي بادي بنعمله في الحالات القادية تكوين الجلطات بشكل متكرر الاجهاض المتكرر والسرومبوسيتوبينا انخفاض نسبة الصفائح الدموية عندي منه 3 انواع انتي كاردوليبن انتبادي اي جي جي واجي ام واجي اي هتلاقيه موجود بصورة إيجابية في الأمراض اللي قدامك دي تاني تحليل معايا وهو اللوبوس أنتيكواجلانت التحليل ده بيقيس كمية الأنتيفوسفوليبيد أنتيبادي حلو الكلام ركز بقى معايا في المثال اللي هقوله لك مريض داخل المعمل عندك تعمله تحليل بي تي تي بصيت لقيت النتيجة عندك بيرلونجد عالية عدت التحليل تاني برضو بيرلونجد قالك بص لو المريض اللي انت عملت له التحليل ده كان عنده لوبوس أنتيكواجلانت إيجابية موجودة هيديك بيرلونجد للبي تي تي ليه بقى قالك بص يا سيدي لأن الرياجنت اللي انت بتشتغل منه البي تي تي بيتكون في الأساس من فوسفوليبيد طب المريض دوت كان إيجابي للوبوس فالبلازمة بتاعته فيها أنتيباضي كتير جدا ضد الفوسفوليبيد طب إيه اللي حصل عندي قالك الأنت باضي دي هتمسك في الفوسفوليبيد اللي موجود في الرياجنت والتفاعل مش هيتم عندي يبقى أنا هنا لما بلاقي بيرلونجد للبي تي تي عندي احتمال من اتنين يا إما هو ديفيكت في الانترينسيك أو الكومان باسوي يا إما هو مريض عنده لوبوس أنتي كواجينات هنحل المشكلة دي ازاي؟ يلا نكامل معنا هنحل المشكلة دي ازاي؟ قالك عن طريق الميكسنج ستادي عن طريق الميكسنج ستادي من البلازمة تعطها في أنبوبة نظيفة وتجيب العينة اللي كان فيها بيرلونجد بي تي تي وتاخد نفس الكمية اللي انت خدتها هتاخد 300 مايكرون من البلازمة وتحط الاتنين بلازمة على بعض وتعمل ميكس وبعدين تعيد البي تي تي مرة تانية جميل؟ طيب لو طلعت النتيجة طبعية هنا يبقى أنت عندك ديفيكت فين في الانترينسيك أو الكومان باسوي طب التفسير ايه؟ قالك لأن بلازمة الشخص السليم عوضت نقص الفاكتور والنتيجة طلعة طبعية طب لو ستيل التحليل بتاع البي تي تي بيرلونجد قالك هنا بس هنا المشكلة بتكون أن فيه أنتي بادي هتضرب الفوسفوليبد اللي موجود عندي حلو الكلام وبالتالي هتعمل بيرلونجد للبي تي تي ده اسمه ميكسنج ستادي دي كانت حلقته النهاردة في الانتي فوسفوليبد سندروم اتمنى الحلقة تكون مفيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو شيرل القناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد كان معك وكابتن اناليسي ترجمة نانسي قنقر